بموجة وصفت بغير المسبوقة تقس حشرة الدوباس ومرض البياض الزغبي على اعتاب صلاح الدين ما تسبب بخسائر كبيرة للمزارعين بسبب العجز عن تلبية حاجة السوق من المنتج المحلي يبدو ان الامراض الانتقالية والمعدية لم تعد حكرا على الانسان فها هو محصول العنب احد اشهر المحاصيل التي تنتجها مدينة الدجيل في صلاح الدين يتعرض لمرض الدوباس والبياض الزغبي الذي تسبب بخسائر كبيرة للفلاحين بعد ان تحولت محاصيلهم الى ثمرات متيبسة ظهرت الكثير من امراضي عاني مده الفلاح العراقي يعني الدوباس عندك حشرة اسكادة كذلك الزغبي والفطري والحشري خصوصا العنكبوت لذلك انه ماكو توجه من زارة الزراعة من محافظة صلاح الدين انه تابع الفلاح العراقي تشوف حاجاته تشوف وش يحتاج النبات حتى ينمو بصورة صحيحة يعني ما يقدر تقريبا 85 الى 90% من البساتين هي مصابة بهذا المرض علاجات ماكو يعني وصلنا الى مرحلة اليأس وبدأنا نتركها لانه الله سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو ما عندنا اي طريقة اخرى يعني لعلاجها لانه جبنا علاجات اصبحت بها مضاعفات اخرى يعني موجة الافات الزراعية هذه وصفها خبراء بغير المسبوقة اتشهدوا اغلب المحاصيل الزراعية موجة من الامراض المتنوعة والمختلفة التي يعزوها البعض الى الاهمال الحكومي في دعم الفلاحين وتوفير العلاجات اللزمة لهم حقيقة بدأت تتراكم الامراض والافات الزراعية في البساتين وكذلك المحاصيل الزراعية سنة بعد اخرى بشكل كبير النتيجة للفشل الحكومي وكذلك حالة اللامبالات من قبل الجهات المختصة وخصوصا وزارة الزراعة لدعم الفلاح ولمواجهة تلك الافات الزراعية وبالتالي يضطر الفلاح لاعتماد على نفسه وخصوصا المكاتب الزراعية في شراء المبيدات وهذه بكل تأكيد لم تجني نفعا في القضاء على تلك الافات الزراعية وهذا ما أدى إلى تراكمها بشكل كبير وبدأت تؤثر بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية وتهدد هذه الافات مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية التي قد تجعلها بعد سنوات غير صالحة للزراعة ثاني اهم الموارد الاقتصادية بعد النفط يتأثر بموجة من الافات الزراعية التي باتت تفتك بمختلف المحاصيل وسط تفرج الجهات المختصة محمد عد الربيعي الرابع صلاحة ترجمة نانسي قنقر